تطلع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدور محوري في ترسيخ دعائم الاستقرار إقليميا ودوليا وفي اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نستذكر جهود القوات المسلحة الإماراتية التي جسدت مواقف الدولة في أعلاء قيم التضامن في موجهة التحديات تطلع القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بأدوار محورية وجوهرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي تأكيدا منها على أهمية الأمن والاستقرار في تحقيق التنمية والازدهار وتلعب القوات المسلحة دورا حيويا في تحقيق أهداف سياسة الإمارات الخارجية كما أنها تمثل طرفا فاعلا في مواجهة مصادر التهديد الرئيسية التي تواجه أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشاركت ولا تزال القوات المسلحة الإماراتية في عمليتي عصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية دعما للشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة كما اضلعت القوات المسلحة الإماراتية في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي تجسيدا لمواقف دولة الإمارات الثابتة خليجيا وعربيا وإسلاميا إعلاء منها لقيم التضامن في مواجهة التحديات أيضا وحرصا من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أجرت القوات المسلحة الإماراتية العديد من التمارين المشتركة المرتبطة برفع الجاهزية القتالية ومكافحة الإرهاب وكان أفرزها تمرين جلمود ثلاثة الذي جرى تنفيذه على أرض مملكة البحرين بحضور قائدي البلدين الشقيقين حفظهما الله ورعاهما وهو التمرين الذي عزز من الانفتاح العسكري المباشر بين البلدين في حال وجود تهديد إرهابي لمصالح البلدين في أي منهما حيث وقعت مذكرة تفاهم في ختام التمرين ليكون هناك تعاون مشترك يمكن قوات الدولة في التدخل بالتنسيق مع قوات الدولة الأخرى والمشاركة مباشرة في العمليات على الأرض مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في كافة المهام الخارجية عزز مكانة الإمارات عالميا وبات ينظر لهذا البلد بأنه طرف فاعل في تعزيز السلام والاستقرار العالميين وهو الدور الفاعل والهدف الأسمى للقوات المسلحة الإماراتية في الدفاع عن مكتسبات التنمية للإمارات وبسط الأمن والاستقرار وترجمة مبادئ السياسة الخارجية الإماراتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر